أثناء عودته من مدينة إيلاي وكمرة توقف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين والوفد المرافق له بالمحطة الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بمدينة كيلو بولاية تانجلي لمعرفة سير العمل وكذلك الصعوبات التي تواجه العاملين في هذه المحطة في البداية استمع وزير الإعلام إلى كلمة ترحيبية من قبل مدير المحطة عثمان صبي وبعض رؤساء الأقسام موضحين للوزير أهم المشاكل مثل عدم توفر الأجهزة الفنية المعينة على العمل وكذلك قلة العاملين بعد ذلك تحدث الوزير عمر يحيى حسين عن الدور المنوطة والذي يجب أن تقوم به الهيئة الفرعية في كيلو وهي الإسهام في التوعية ونشر ثقافة السلام والتنمية في أوساط المواطنين مؤكدا لهم بأن الوزارة مع الهيئة الجديدة تعملان على تذليل كافة الصعوبات من أجل تحسين بيئة العمل حتى يستطيع القائمون على هذه المحطات بالاستجابة لكل التطلعات وتحقيق الأهداف المنشودة كما انتهز الفرصة وزير الإعلام وتفقد الأجهزة الخاصة بالإرسال والبثة إلى جانب تفقد مبنى وأجهزة إزاعة برقجيه الخاصة بمدينة كيلو وهي الأخرى تعاني من بعض الصعوبات والمشاكل مثل قلة الإمكانيات المادية وعدم وجود موارد بشرية مدربة ومؤهلة في المجال الإعلامي على كل فإن هذه الزيارة ناجحة استطاع وزير الإعلام عمر يحيى حسين من خلالها معرفة الكثير من المشاكل الإدارية والفنية التي تعيق سير المؤسسات الإعلامية في بعض المدن والمحطات التابعة للولايات اشتركوا في القناة